هنبدأ باول نوع من انواع وهو الكرياشنال ديزاين باترن. قلنا الكرياشنال ديزاين باترن هي الباترن اللي بتركز على طريقة انشاء الكائنات. هنبدأ باول باترن من الباترنز ديت. طبعا ما فيش ترتيب معين للباترنز يعني. ولكن اول باترن هنبدأ نشرحه وهو السنجيلتون ديزاين باترن. ايه السنجيلتون باترن ده? طيب تعالوا الاول نبدأ كده بحاجة بسيطة. وبمثال انا عايز اعمل فيديو جيم. الفيديو جيم ديت اكيد هيبقى عمدي بيمسلي اللاعب بتاعك. في بقى الخواص بتاعت البلاير وليكن مسلا الليف بتاعته او يعني نسبة الحياة بتاعته دلوقتي. ايا كانت بقى الخواص والمسلز اللي جوه الكلاص ده. طب انا هنا عايز اعمل حاجتين. اول حاجة انا عايز اتأكد ان انا دايما عندي واحد من الكلاص ده. بمعنى. اللعبة بتاعتي هي لعب واحد بس موجود جوه اللعبة. فطبيعي او منطقي ان الكلاص بتاعي يبقى له واحد بس. ان هو عندي واحد بس من الكلاص اللي هو فانا عايز اتأكد من الكلام ده. يعني انا عايز مسلا لو انا جيت في وقت ما عملت اا او جديد او عملت جديد من الكلاص ده يقول لك لأ حاسب يا عم انت بتعمل ايه ده انت عندك اصلا موجود وتفضل يعمل هوت اللي موجود من قبل كده. لانه مش طبيعي ان انا في كل هعمل جديد او هعمل جديد. مش كل في كل مرحلة في كل هعمل جديد من الكلاص بتاعي. دي حاجة مش منطقية لان انا عندي واحد بس عندي لعب واحد بس. طيب الحاجة التانية انا عايز ان انا قدر اوصل ده من اي مكان في الكود بتاعي. طبعي انت بتقول لي انت هتعمل واحد بس. طب لما اجاولك بقى انا عايز جديد تقول لي لأ اتفضل فلازم بتاعي يبقى جلوبال. طيب الجزء التاني مشكلة التانية لو انا عايز الانستانس يبقى جلوبال واحد يقول لك طب انا هحطه في الجلوبالسكوب وخلاص. هقول لك تمام ممكن نحطه في الجلوبالسكوب. ولكن الجلوبالسكوب له مشاكل كتير واحنا بنحاول نتجنبها. طب نحل المشكلتين دول ازاي? ممكن واحد يجي في دماغه يقول لك طيب انا الانستانس بتاعي مش عايز احفظه في الجلوبالسكوب. طب ما انا ممكن احفظه جوه نفسه. بمعنى ممكن اجي اعمل الاتنين دول بيتعاملوا مع الانستانس بتاعي. احفظ جواها الانستانس. ولما يوزي اعمل جديد هروح الاولة تشيك اشوف هل في موجود ولا لأ? هقول لك شوف لي. هاتلي الانستانس اللي موجودة عندك. لو لقيت انستانس او هنا بقى لو هي بيساونا اللي يعني لو ما لقيتش انستانس. طب اعمل لي انستانس جديد واحفظه لي جوه الانستانس بتاعي. فعمل بلاير دوت ست انستانس. طيب لو لقيت انستانس هاتلي الانستانس ده. فدي كده طريقة طرق حل المشكلتين مع بعض. ان انا حفظت الابجيكت بتاعي جوه الكلاس. وكتبت كود بيمكني ان انا اا اعمل انستانس واحد بس او ان انا يبقى عندي انستانس واحد بس من الكلاس بتاعي. طب الكود ده هكتبه فين? الطبيعي اللي هيجي في بال اي حد ان انا اكتب الكود ده في كل مكان احتاج فيه ان انا اوصل بتاعي او احتاج ان انا اعمل من الكلاس بتاعي. اعمل بلاير جديد. طيب دي حاجة مش كويسة. يعني هل انا في كل مكان هاعد اكتب شوية والسطور دول? طب احنا ممكن نحل الموضوع ده باننا انقل السطور دول جوه الكلاس بتاعي نفسه. ازاي? ممكن بكل بساطة ان الكلاس بتاعي يبقى فيه استاتيك بروبارت اللي هي الانستانس وفيه استاتيك ميسود الواحدة بس اللي هي الجيت انستانس. وجوه الجيت انستانس ديت هكتب فيها كل اللوجيك بتاعي اللي هو الجزء ده لو فيه انستانس او لو الانستانس بيساوي نال يعني لو ما فيهش انستانس اعمل لي واحد جديد. طب لو فيه رجعه لي. فده كله اكتبه جوه الجيت انستانس. وبكده في كل مرة هحتاج ان انا اعمل فيها من الكلاس ده او ان انا اوصل بقى للانستانس اللي معمول في الكلاس ده اوصل البلاير بتاعي. بكل بساطة هقول له بلاير دوت جيت انستانس. بكل بساطة. طيب. نقطة كمان. ان انا اخلي بتاعي برايفت. ليه برايفت? برايفت لان انا مش عايز اي حد برا الكلاس يقدر يعمل منه. يقدر يعمل منه. يعني انا عايز لما اجي اقول لك اعمل لي تقول لي لأ ما ينفعش اعمل طب احنا عارفين ان الكلاسات عامدنا نوعين. النوع اللي هو والنوع اللي هو ده اللي انا بقدر اعمل منه جديد. اللي هو ما بقدرش اعمل منه اي طب لو خليت بتاعي هل دي حاجة كويسة? لك لا يا عمي. كويسة ازاي? انت لو خليت فانا ما اقدرش اعمل اي في اي حتة. ده من برا الكلاس ولا من جواه. لكن انا عايز اعمل من الكلاس ده. هيبقى عامدي واحد بس. فلازم اقدر اعمل فلازم يبقى طيب. انا مش عايز حد من برا الكلاس يعمل ده. هتعمل جوا المسود اللي هي فبكل بساطة اخلي لكم استراكتوا بتاعي عشان ما اقدرش ان انا اوصله من اي مكان برا الكلاس بتاعي. فدي كده اللي هي طريقة حل المشكلة بتاعتني. بدعنا بمشكلة ان انا عايز الابجيكت بتاعي او الكلاس بتاعي يتعمل منه واحد بس. واقدر اوصل ده من اي مكان. وهو ده اللي بيعملو السنجيلوتون ديزاين باترن. السنجيلوتون ديزاين باترن يقول لك ده بيتأكد ان الكلاس بتاعي له بس واحد بس وقدر اوصل له يعني اقدر اوصل له من اي مكان. وده كده شكل بتاع او الطريقة اللي انا بطبق بيها موضوع السنجيلوتون ديزاين باتر ان انا هيبقى عندي آآ بروباريتي اللي هي وعندي اللي هي الجيت وطبعا ما نساش ان الكونستراكتور بتاعي يكون برايفت. وانا بس نسيت ان انا حطها في اليوم ولكن ان السنجيلوتون الكونستراكتور بتاعي يكون عشان امنع اي حد من ان هو يعمل من الكلاس بتاعي. وده كده السنجيلوتون ديزاين باترن.